ينضم إلينا من واشنطن الدكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية دكتور نبيل الحملة وصفت بأنها الأكبر والأصعب الأكبر مفهومة بنظر إلى الأرقام وعدد الإصابات لماذا وصفت هذه الحملة بأنها الأصعب في تاريخ الولايات المتحدة؟ وصفت بأنها الأصعب نظرا لأن كمية اللحقاح التي سيتم توزيحها تفوق بكثيرا أي وباء تعرضت إليه دولة صناعية كبيرة زي أمريكا أو دولة أخرى يعني كان هناك مثلا أمراض الحصبة الجدري الإنفلوانزا بأنواحها المختلفة لكن عندما بدأت الدولة في مجهود طبي لمعالجة وباء ما لم يكن هذا المجهود بهذا الحجم المتوقع أو المنتظر حسب تصريحات الرئيس ترامب نفسه هو قال ننتج 100 مليون لقاح فاكسين وسيتم توزيع 20 مليون منه في خلال هذا الشهر ديسمبر من عام 2020 لكن معظم الخبراء الطبيين وأنا لا أملك تلك الخبرة يقولون أن لأن يكتسب الجسم البدني مناعة ضد وباء كورونا عليه أن يتلقى يعني لقاحين مرتين توفاكسينز ومعنى هذا في بلد تعدادها حوالي 330-340 مليون فرد يعني الرقم قد يصل إلى 600-700 مليون لقاح فيعني ده مجهود كبير وأيضا تكلفة باهزة طيب يعني اللقاح ربما يتطلب ظروف معينة مثل حفظه عند درجة حرارة 70 تحت الصفر هل من الصعبة على دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بهذا الإجراء؟ لا وليس بصعوبة على أمريكا أن تقوم بهذا الإجراء بس التحدي الأمريكا هو أن تقدم نموذج صحيح يحتاز به في توزيع هذا اللقاح يعني مرة أخرى حلج إلى كلمات وعبارات الرئيس ترامب نفسه في مناظرته الثانية مع جو بايدن قال أنا هكلف القوات المسلحة الأمريكية بتوزيع هذا اللقاح طيب ده أمر طيب لأن طبعا مش هتكون شركة يستعان بيها من القطاع الخاص وتدفع لها مبلغ لتوزيع اللقاح دي وظيفة القوات المسلحة طيب هل الدول الفقيرة اللي ما عندهاش أي بنية أساسية صحية ستقوم بنفس الفعل؟ هتعمل نفس الشيء أن هما هيستعينوا بقواتهم المسلحة في بلدانهم في توزيع اللقاح فده هنا التحدي الأمريكا بتقديم نموذج ناجح هناك أيضا يعني مثلا تحديات كثيرة مثل العلاقة ما بين الحكومة الفيدرالية في واشنطن دي سي واشنطن العاصمة والحكومات الفرعية والمحلية في الولايات والمقاطعات المختلفة في أمريكا إزاي ولاية حتتلقى من الحكومة الفيدرالية شحنة ما من اللقاحات هناك أيضا التكلفة يعني مثلا أمريكا هي الحكومة الفيدرالية هي حتكون المشتري لهذا اللقاح ما تكلفته هناك طبعا يعني مهارة يعني توزيع اللقاح نفسه هل لديك عدد كافي من الأفراد الممردين والممرضات وغيرهم من المتخصصين في المجالات الطبية قادرين على توزيع اللقاح وإدارته بطريقة صحيحة فهناك تحديات كثيرة ولذلك السؤال هو هل ستنجح أمريكا في توزيع اللقاح؟ هل توزيع هذا اللقاح سيقضي على وباء كورونا؟ وأخيرا هل ستقدم أمريكا نموذج ناجح في توزيع اللقاح يحتاز به في دول أخرى؟ ماذا عن نسبة الإقبال ووجود مخاوف لدى البعض على مستوى العالم من التعاطي مع هذا اللقاح؟ هو طبعا فيه مخاوف حتى بعضها للأسف على أساس ديني حتى مثلا فيه شخصيات مشهورة ابن السناتر روبرت كينيدي سليل العائلة المشهورة ليه حملة قديمة سبقها أن تحدث فيها ويعني تسبق أيضا وباء كورونا بيعارض الفاكسينيشن اللي هو بيعارض التلقيح على أنها يعني لأسباب مختلفة فيه ناس أيضا تعرضوا من منظور اقتصادي يعني الدولة تريد أن تفرض سيطراتها على الآخرين وعنده غلط لأن هنا الدولة حتى لو أنت يعني بترفض دور للدولة في الاقتصاد هنا الدولة يعني تدعم البنية الأساسية أو الحقوق الأساسية في الحفاظ على صحة جيدة لمواطنيها ومواطنتها ففيه معارضة أعتقد أيضا يعني فيه خطورة من نوع من نظريات المؤامرة مثلا اللقاح يوزع للبيض وما يوزعش للسود اللقاح يوزع للاتينو وما يوزعش للسود فممكن يبقى فيه شكوك تساور الكثير حول كيفية توزيع اللقاح الأمر مفروض يكون في منطقة البساطة لقاح متوافر الحكومة ستوفره يجب التعاون مع كل شخص دكتور نبيلي هذا هو استساؤل ألية توزيع هذا اللقاح هل يترك الأمر لرغبة الأشخاص أم أن هناك ألية معينة محسوبة بدقة من قبل الولايات المتحدة ده سؤال مهم لأنه بيعتمد هنا في أمريكا على ثقافة البلد السياسية اللي هي الحرية فالبعض قد يقول أنا أرفض طلق اللقاح لا أريد الدولة أن تدخل في حياتي أنا لست يعني مثلا شخص يعني يسموه health hazard يعني حنقل المايكروب من جسمي لآخرين بس هنا أعتقد أن هناك نوع من الإرغام خصوصا لو بايدن جيل للحكم يعني هو عاوز دولة تقريبا شبه اشتراكية فأعتقد أن هناك نوع من الإرغام أو الضرورة الالتزام بتعليمات الدولة في تلقي اللقاح لأن في هذه الحالة الشخص يعتبر مهدد للصحة العام طيب يعني الحديث أيضا من قبل التصريحات في الكثير من دول العالم وربما في الولايات المتحدة الأمريكية أن الجائحة قد تنتهي بالفعل وفي موعد أقصى الصيف القادم هل مع يعني إذا صارت الأمور بهذه الوتيرة من تلقي اللقاح حل بالفعل أن نحن بصدد الانتهاء من هذه الجائحة في الصيف القادم صيف 2021 لا هو صاح أنا أتفق معاك التوقعات سليمة أن فعلا إحنا هنا في آخر عام 2020 الفترة التي يقتد فيها توزيع حوالي 500 ل600 من اللقاح لأن زي ما أريد لأنه ما أملكش مجرمات طبية كافية لأن هذا مشتخصصي بيسموها يعني أن الشخص بتلقي اللقاح مرتين ففعلا حسب توقعاتك وما ذكرتي في سؤالك حتنتهي المدة في محلول الصيف لكن السؤال الأكتر أهمية وده يعني بيأثر في أكل عيش وقوط الكسيرين مع توزيع اللقاح هل ستنتهي حالة الإغلاق العام؟ يعني بايدن لو جي الحكم عاوز يقفلها عاوز فطلة إغلاق عامة تملى وده طبعا حكون خراب بيوت على ناس كتيرة لأن الناس عايزة تفتح أعمالها والتاجر وتشتري وتبيع فقد تكون هناك حركة احتجاج موازية للمجهود الفيدرالي القومي لتوزيع اللقاح لا تغلقوا الحكومة لا تغلقوا الأماكن العامة افتحوا المحلات ودعوا التجارة تستمر لأن إذا كان هناك لقاح لا داعي لحالة الإغلاق العام دكتور نبيل يعني ختاما هل اللقاح سيكون مجاني تماما؟ ده سؤال مهم وأنا بفكر فيه وفي الحقيقة ما قدرتش أعصر على إجابة ولا تصريحات ترامب ولا تصريحات وزير الصحة أليكساندر عازر أو تصريحات قد القوات المسلحة المكلفين بتوزيع اللقاح أشارت إلى مجانيته لكن نعرف أن فرنسا مثلا أعلنت علنا أن اللقاح سيوزع مجانا فده سؤال كويس أعتقد هو حيوزع مجانا لأنه مثلا بيقول هنوزعه لأطفال المدارس طيب الطفل في المدرسة مش هيدفع مبلغ لتلاقي اللقاح فربما فاع أن يكون مجانا دكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا